السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة نرد فيها على العلماني توركي الحمد توركي الحمد نشر تغريدة يقول فيها أن قصص القرآن الكريم هي ذاته قصص العهد القديم اللي هي أصفار موسى الخمسة زائد أصفار الرسل والملوك مع بعض التعديل البسيط طبعا هذا الكلام كذب في كذب وهذا الكلام لو قاله توركي الحمد أمام أحد المختصين لضحك عليه هذا المختص بسبب جهله أو كذبه حتى يقع على ظهره من الضحك القرآن الكريم أصلا جاء لإبطال الأكاذيب التي نسبت في هذا الكتاب زورا وبهتانا إلى الله عز وجل وإلى أنبياء الله وتعلم نتكلم في الموضوع هذا شوية أولا العهد القديم مليء بسبب الله عز وجل فهذا الكتاب يزعم أن الله استراح بعدما خلق السماوات والأرض يقول سفر التكوين وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل فجاء القرآن الكريم ليكذب هذه التخاريف فيقول سبحانه وتعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبُ يقول فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر فأنزل الله عز وجل في القرآن الكريم آية لتفنيد هذه الأكذوبة فقال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يعني لا ينام سبحانه وتعالى ولا حتى مقدمات النوم وقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام دغير هذا الكتاب يصف رب العالمين جل جلاله بأن له ليس ذيلا واحدا بل أذيال في سفر إشعياء ستة واحد يقول في سنة وفاة عزي الملك رأيت السيدة جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل ويزعم هذا الكتاب أن الله عز وجل صارع يعقوب النبي وأن يعقوب هو الذي غلبه في الصراع كما عرضت لحضراتكم في الحلقة السابقة التي رددت فيها على ترك الحمد هل كل هذه التخاريف مجرد تعديل بسيط يا ترك الحمد؟ يا هذا لو كان للجهل لسان وتكلم لصار خشاياكيا من جهلكم وكذبكم ثانيا القرآن الكريم نزل ليبرئ ساحة الأنبياء والمرسلين من أكاذيب وافتراءات العهد القديم وكذلك العهد الجديد أي إنسان مثقف يعلم علم اليقين أن العهد القديم مليء بإهانة الأنبياء وانتقاصهم وينسب إليهم الأكاذيب على سبيل المثال هذا الكتاب ينسب لنبي الله سليمان أنه عبد الأصنام في نهاية حياته ومات كافرة يقول سفر الملوك الأول الصح 11 وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه فذهب سليمان وراء عشتورث إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين وعمل سليمان الشر في عيني الرب فأنزل الله عز وجل تكذيب هذه النصوص الخرافية فقال سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وأيضا هذا الكتاب العجيب يزعم أن نبي الله داود زنى مع امرأة اسمها بالشبع وهي زوجة أحد قادته واسمه أورير حثي ولما حبلت المرأة من داود احتال على زوجها ليجامعها كي يخفي آثار الجريمة وينسب المولود إلى زوجها لكن الرجل كان شهما ورفض النزول إلى بيته في الوقت الذي كان الجيش يحارب فيه الأعداء فما كان من داود إلا أنه كتب رسالة لقائد الجبهة يأمره أن يضع أورية الحثي في مقدمة الجيش حتى يقتل وأرسل داود هذه الرسالة بيد أورية نفسه ولما جاءت الأخبار أن أورية قد قتل أخذ داود امرأته وضمها إلى نسائه ثم أنجب منها فيما بعد سليمان النبي وأيضا هذا الكتاب العجيب يدعي أن النبي الله لوط زنى أيضا مع ابنتيه بعدما شرب الخمر ويزعم الكتاب أيضا أن ابنتيه حملت من أبيهما زنى محارم أعوذ بالله هل هذه الكوارث عبارة عن تعديل بسيط كما يقول تركي الحمد تخير أن دا مستوى الناس اللي بيتكلموا باسم التنوير يخلوا هو دا التنوير وهم دور المتنويرين يبقى على الأمة السلام لذلك جاء القرآن الكريم ليبرئ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هذه الأكاذيب القرآن برأ جميع الأنبياء بشكل عام من أكاذيب العهد القديم وكذلك أكاذيب العهد الجديد فيقول سبحانه وتعالى عن الأنبياء أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين خلي بالك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فالأنبياء مهديون هداهم ربهم سبحانه وتعالى وجعل منهم مصابيح لهداية البشرية ثالثا العهد القديم مليء بالتحريفات والتناقضات المضحكة لو فتحت سفر سموئيل الثاني ستة ثلاثة وعشرين هتلاقيه بيقول ولم يكن لميكال بنت شاول ولد إلى يوم موتها يعني ميكال ما خلفتش الغاية لما ماتت في حين أن نفس السفر سموئيل الثاني برضو واحد وعشرين ثمانية بيقول إنها خلفت خمسة وبني ميكال ابنة شاول الخمسة الذين ولدتهم الذين ولدتهم لعضرائيل ابن برزلاي المحولي نص يقول ما ولدتش الغاية لما ماتت والنص الثاني في نفس السفر بيقول إنها خلفت خمسة تلاقي في سفر أخبار الأيام الأول نص بيقول وابنه شيشان أحلاي وبعدها بنصين ثلاثة يقول ولم يكن لشيشان بنون بل بنات كاتب هذه النصوص البشرية نسي وهو بيكتب أنه قال قبلها بسطرين إن شيشان خلف ولد اسمه أحلاي وبعدها يقول لك شيشان ما خلفش ولد أصلا بقى الكتاب ده الفرق بينه بين القرآن الكريم تعديل بسيط طيب أنت يا تركي الحمد ذكرت أصفار موسى الخمسة الموجودة في العهد القديم طيب تعالوا بقى وشوف الفضيحة دي آخر سفر من الأصفار الخمسة هو سفرة أثنية بيقول وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته طيب إزاي؟ إزاي الأصفار دي اسمها أصفار موسى الخمسة وإن موسى هو اللي كتب هذا الكلام بعدما مات تخاريف ليس لها علاقة بوحي الله عز وجل أبدا طيب عايزين تتحكوا أكتر على جهل تركي الحمد؟ أنت تعرف تركي أن اليهود ضيعوا اسم إلهيهم تماما ولم يعد أحد منهم يعرف هذا الاسم؟ أنا عملت حلقة عن هذا الموضوع والرابط موجود تحت الفيديو وأخونا أحمد سمع أيضا له حلقة منذ أيام عن نفس الموضوع وأيضا وضعت الرابط تحت الفيديو تقول لي بقى تعديل بسيط؟ ده تعديل بسيط؟ ناس حرفوا كتابهم وضيعوا اسم إلههم ومش عارفينه خالص تقول لي ده تعديل بسيط؟ يجدع اسم الإله ضاع اسم الإله ضاع الإله اللي الدين آيم عليه وعلى اسمه ضاع رابعا كتاب العهد القديم يقول أما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجحش الفرى يولد الإنسان ويقول هذا الكتاب إن الإنسان ليس له أي مزي على البهيمة لأنك ليهما باطل فنزل القرآن الكريم ليبين مكانة البشرية الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى فقال ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات خل بالك وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل فالقرآن الكريم نزل لتصحيحه تحريفات اليهود والنصارى وتصويب هذه الأخطاء وليوحد الناس ربهم سبحانه وتعالى توحيدا صحيحا المشكلة أن ترك الحمد وأمثاله يتعمدون نشر الجهل ونشر هذه الأكاذيب بين الناس ثم يخرجون ويقولون إن الأمة الإسلامية متخلفة بسبب المشيخ والدعاء والله أنت وأمثالك من العلمانيين الذين يعادون الحق أحد أهم أسباب تخلف الأمة الإسلامية الأمة متخلفة بسبب الجهل والتخاريف التي تنشرونها بين الناس ثم يا ترك الحمد أنت فاهم حاجة في الكلام دا؟ أنت فاهم حاجة؟ أنت متعرفش أي حاجة في الكلام دا خالص أنت شخص مؤلف روايات جنسية إباحية ما لك أنت ومال المسأل دي؟ أنت إيش فهمك أصلا في الأمور دي كلها؟ ترك الحمد بيستغل جهل كثير من أتباعه بهذه الأمور ويكذب عليهم ويعطيهم معلومات غير صحيحة إن كنت جاهلا فالجاهل ليس من حقه أن يتكلم وإن كنت تعرف ما تقول فأنت كاذب تكذب على الناس وفي الحالتين لا يحق لك أن تتكلم اللي أنت بتقوله دا مش علم اللي أنت بتقوله دا عبارة عن زحالية فكرية يا حاجة غريبة والله أنت راجل تجر جنس واحد بتاع روايات جنسية إباحية ما لكم مال الدين والعقيدة والأحكام الشرعية أنت؟ بل أشتتكلم في شيء لا تعرفه حتى لا يضحك الناس العقلاء عليك أرجو نشر هذه الحلقة على حساب تورك الحمد وجميع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهما فالدال على الخير كفاعله كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته